هذا وتجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية علاقات ثنائية تاريخية اقتصادية متميزة إذ تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لمملكة البحرين من حيث الصادرات والواردات وتأتي اجتماعات سعادة وزير الصناعة والتجارة الأخيرة تأكيدا للحرص المستمرة على تفعيل العلاقات بشكل دوري في هذا القطاع الهم لطالما اتخذت مملكة البحرين خطوات نوية ومهمة نحو تعزيز علاقاتها في شتى المجالات مع دول العالم وبالأخص في الشق الاقتصادي والتجاري للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من سلسلة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي ترتبط بها مملكة البحرين بالمجتمع العالمي وتهدف إلى تقديم المحفزات لزيادة التجارة والأعمال وتعتبر مملكة البحرين أول دولة خليجية توقع على اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وثالث دولة عربية تنضم إلى هذه الاتفاقية وتخضع هذه الاتفاقية لقواعد منشأ محددة لتحقق الفوائد المرجوة منها والتي تهدف إلى إزالة جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام التجار والإسهام في تسهيل الوصول إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى إزالة الحواجز الاستثمارية عبر البلاد وميزة حصول الشركات في مملكة البحرين على تكاليف تشغيل أقل وموقع استراتيجي وقوة عاملة ماهرة وبنية تحتية متطورة على المستوى الدولي مع أنظمة ضريبية مناسبة مملكة البحرين تقود مسيرة التنمية والازدهار نحو تعزيز التعامل والتنسيق المشترك للنهوض بجميع المجالات التي تدفع بعجلة الاستثمار